على كل حال يعني برضو النهاردة كان فيه زي كده أمال كتيرة جدا على السوشيال ميديا تحديدا أنا بحب أتابع كده ردود الأفعال لا خليني أنقل لحضراتك الصورة فيه إيجابية شديدة جدا ناس كتير جدا يعني شايفة إن إحنا الفترة دي لازم نكون داعمين ولازم نكون متفقلين ويمكن ده اللعكس وتصريحات محمد صلاح كمان لو حضراتك تابعته هو طالب فيها الجماهير يعني بالوقوف خلف منتخبهم الوطني وعدم التعامل مع اللاعبين فكرة هنا بقى من باب انتماءات اللاعبين للأنديات دي نقطة في غاية الأهمية على فكرة أنت بتتكلم عن مصر فما فيش حاجة اسمها بقى عشان دلعب ينتامي النادي أنا ما بشجعوش فأنا ببتدي أتعامل معاه بانتقادات وغيره لا كلنا بنلعب تحت اسم المنتخب ده أكبر من جميع اللاعبين هو ده اللي قاله محمد صلاح وهو قال أكبر حتى من صلاح نفسه الكلام ده كان إمتى كان في المؤتمر الصحفي اللي كان بالأمس اللي أكد فيه أن جميع اللاعبين متحمسين وعندهم الرغبة الأكيدة لتحقيق إنجاز للكرة المصرية وقال كمان يجب أن يشعروا بأن جماهرهم بتدعمهم في كل الأوقات ودعا في نهاية كلامه أن يريد الجميع في الاستوديوهات كمان التحليلية تأجل تحليل الأداء لكل لاعب لبعض البطولة ومنقشتها في الوقت المناسب دي نقطة أعتقد برضو مهمة مش وحشة لأن خلي بالك كل حاجة بتوصل يا كريم يعني برضو أي جملة حلوة أو وحشة هتلاقي وصلت ليه اللعب حتى لو هو مش متابع للسوشال ميديا هتلاقي إن هي برضو بشكل أو بآخر وصلت له اشتركوا في القناة